السلام عليكم معكم أحمد حتاحيد وبالاسبوع الثالث من هات الدورة هات الاسبوع حيكون خفيفة إن شاء الله وسهل حنتعلم شوي الخطوط شو هي الخطوط البيانية وكيف أدرجها كيف استخدم شوي بإعداداتها وعدل عليها فأول شي عندي كيف أدرج مخطط بياني عندي بيان بسيط عن شهر واحد بيقول لي قديش مجمل مصاريفي وقديش مجمل إيراداتي بالمقابل قديش صار عندي ربح فأنا أول شي بحدد الداتا اللي بدي أظهر للمخطط البياني هي مجمل مصاريف ومجمل إيرادات ما بأدخل مجميع لش لأنه لما أدخل مجميع بتصير داخل ضمن العملية الإحصائية بيحسبها هو كنسبة مئوية يعني هلأ منشوف كيف بعدين بروح لتاب إنسرت بروح على الخط البياني ضمن هون كلمة شارت بختار الخط البياني اللي أنا بديها ففي عندي أعمدة عمودية أعمدة عرضية في عندي دوائر اللي هي الباي وفي عندي كتير أنواع خطوط مو واحد واثنين أنا بختار الأنسب للي أو ممكن أني حدد الداتا وأضغط على Alt F1 اللي هو اختصار أعمال شارت بشكل سريع لما أعمله هلأ في الديفولت تبع أكسل هو هاد الشارت بيأظهر لي مجمل مصاريف ومجمل إيرادات وعندي الشارت ستايتل تبعي هون ممكن أعدله ضغط نقرتين وكتابة اللي بديها مثلا بيان مجمل الإيرادات والمصاريف ممكن أعمل شوية تعديلات أني أمحي هدول الخطوط الخلفية ممكن تبعا موجود مصاريف إيرادات أعمل تابهم كبر أعملهم بولد وهدول نفس الشي أعملهم بولد وهيك صار عندي أول خط بياني بعمله أنا هعمله Delete وارجع على الطريقة التقليدية حدد بالداتة اللي عندي أعمل Insert وحعمل البي هل مرة في عندي نوع 3D في عندي شكل دائرة تقريبا وفي البي الرسمي فلو أنا حددتها وكتغطت عليها تنزل عندي رأسا فهي البي تبعي طبعا فيني أعدل اسم أو أمحي حتى حتى Legend تحت أمحي إذا بدي وبصير عندي Buy بيضغط عليها أعمل شوية تعديلات سريعة فيني هاي الأشياء إن شاء الله هنطلق عليها بالفيديو القادم وبهل حالة عملنا إدراج للشارتس تبعي كأول شارتس ممكن أعمله ويعمل لي بيان حلو سريع للداتة تبعي لو كان عندي شركة لو كان عندي مؤسسة كبيرة بيعمل لي مثل شي جميل شي حلو ممكن أنا أعدل عليه وبيعطيني مثل شي إضافي بالتقرير اللي أنا حادله كامعا كون أحمد حتاحد ترجمة نانسي قنقر